نشطة مفصلة للأخبار نسهلها بالعنوين ترامب يعترف بتعرضه لضغوط من قبل بعض الأوساط للذهب نحو الخيار العسكري مع إيران ويعلن استعداده للتفاوض مع طهران من دون شروط مسبقة حرس الثورة يعرض صورا لحطام طائرة التجسس ويكشف امتناع دفاعاته عن إسقاط أخرى مأهولة تقرير للخارجية الأمريكية يتهم السعودية بممارسة الاضطهاد الديني وبانتهاك حقوق الإنسان عشرات الجرحى في اعتداءات الاحتلال على مسيرة العودة في غزة والفصائل الفلسطينية تدعو للمشاركة الحاشدة في الفعاليات الرافضة لورشة البحرين الوحدة ونبذ الفتنة عنوان الجمعة التاسعة عشر من التظاهرات الشعبية في الجزائر وفي النشرة افتتاح مبهر لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في مصر أهلا بكم اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعرضه لضغوط من قبل بعض الأوساط للذهاب نحو الخيار العسكري ضد إيران وفق ما نقلت عنه قناة MBC ترامب قال في مقابلته مع القناة الأمريكية إنه مستعد للتفاوض مع إيران من دون شروط مسبقة مضيفا أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يتضمن مسألة الصواريخ الباليستية وجدد ما كان أعلنه في تغريداته بأنه تراجع عن السيدة في مواقع إيرانية كانت هناك قطع جاهزة للانطلاق بانتظار موافقة نهائية وأتوا إلي قبل ساعة ونصف وأبلغون أنهم مستعدون للانطلاق هل كانت الطائرات الأمريكية في السماء؟ كلا لم تكن كذلك بعد بل أوشكت أن تنطلق وكانت ستحصل أمور لا يمكن العودة فيها إلى الوراء حينها طرحت سؤالا كم عدد الأشخاص الإيرانيين الذين سيقتلون؟ عادوا إلي وقالوا تقريبا 150 شخصا صمت لبرهة ثم قلت لقد أسقط طائرة مسيارة غير مأهولة بينما سنكون أمام 150 قتيلا لم يعجبني الأمر وعتقدت أن الرد لم يكن متناسبا بعد صمت ترامب المستقرب من تسريبات صحيفة نيويوك تايمز حول تراجعه عن تنفيذ عمل عسكري ضد إيران أطلق تغريداته محاولا تفسير هذا التراجع بأن التقديرات أشارت إلى أمكانية مقتل 150 إيرانيا وهي لا تتناسب مع إسقاط الطائرة لكن هذه المبررات يبدو أنها لم تنسج مع الديمقراطيين الذين انتقدوا إفصاح ترامب عن تلك المعلومات بشكل علني وأنه من المهم للإدارة أن تفهم بأنها لا تمتلك تفويضا لخوض الحرب مع إيران أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك مزيج من وجهة النظر حول التوقيت الملائم للصراع مع إيران وتحت أي ظرف من الظروف لكن البيئة الرهينة ليست ملائمة فلا توجد استراتيجية واضحة وتقديرات لحجم الخسائر في المقابل فإن تراجع ترامب أصاب بعض أركان حزبه الجمهوري بخيبة أمل بعدما كانت تصريحاتهم عن رد أمريكي مناسب تشير وكأن العمل العسكرية ما تقريبا أعتقد أن الإيرانيين يخطئون في تقدير العواقب يعتقدون أنهم ربما يتعاملون مع بعض الرؤساء في الماضي هذا الرئيس مختلف عن الرؤساء السابقين وهو ملتزم بالدفاع عن هذا البلد قد يكون من السابق لأوانه تحديد من هو الرابح أو الخاسر على مستوى الداخل الأمريكي من هذا التصعيد لكن الواضح أن ترامب أظهر أنه يمسك بزمام القرار عبر هذه المناورة وأنه لا يقضع لرموز الحرب المتشددين في إدارته يتضح من تعامل ترامب مع هذه الحالة بأنه على علم بأن أي عمل عسكري مهما كان محدودا قد يقود إلى حرب شاملة ومفتوحة حرب قد تهدد فرص نجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة محمد كريم واشنطن الميادين هذا ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة بشان إيران الاثنين البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قالت في مذكراتها لأعضاء المجلس إنها ستطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران كما ستقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقات واشنطن في هجوم ناقلات النفط الذي حصل مؤخرا وينضم إلينا مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان منذر إذن ترامب يقول لقناة MBC أنه تعرض لضغوط من بعض الأوساط فيما يخص توجيه عدوان وتنفيذ عدوان على إيران إلى من يلمح؟ يلمح لأشخاص واجهات داخلية مثلا فريق بي أم يلمح إلى دول خارجية أم الأمور غامضة حتى الآن؟ بالتأكيد هو يعول دائما على التدخل الداخلي بشكل أساسي على الضغوط الداخلية وربما من داخل الحزب بالدرجة الأولى وخاصة من الحملة الانتخابية لأنه بالتأكيد كما ورد في التقرير يدرك أن الدخول في معركة أو في عمل عسكري لا يمكن للعمل العسكري مع إيران أن يكون محدودا أو أن يبقى محدودا سيتدحرج إلى عمل شامل وحرب مفتوحة بالتأكيد كان هناك تصريحات واضحة دولية خاصة من روسيا على وجه التحديد بالطبع هناك من يحاول يعني نتنياهو قد يحاول بعد أن تم ما جرى أن يحاول أيضا أن يظهر نفسه بصف الحمائم فجأة وهناك بعض التسريبات على أنه كان أيضا من الأشخاص الذين ذكروا أو قالوا لترامب بصرف النظر عن استخدام القوى العسكرية ولكن هذا أمر مستبعد جدا يبقى أن ترامب هو شخصية في نهاية الأمر لا يخضع للضغوط هو نفسه لم يكن لديه ميل وكان يحاول إيجاد مخرج عندما التقى في المؤتمر الصحفي القصير هو ليس مؤتمرا صحفيا ولقاء رئيس الوزراء الكندي تردو كان يحاول إيجاد مخرج وعندما تحدث عن أن هناك جنرال ربما يتصرف بشكل منفرد في إيران وأن هذا العمل غير متعمد وأن هذه تم إسقاط طائرة غير مأهولة وكأنه كان يبحث عن مخرج وفي نفس الوقت ليس متأكدا من أن الإقدام على مثل عمل عسكري سيكون له نتائج إيجابية إذن بنهاية الأمر هو يحاول إبراز أنه الرئيس الذي يستخدم صلاحيات الرئيس وأنه يمتلك القرار يمتلك زمام الأمور هو يستطيع الذهاب إلى أي مكان يشاء في مواقفه ويتراجع وأنه مالك لقراره وأن هذا هو الأسلوب التكتيك في ممارسة الضغوط ولكنه بالتأكيد سيكون درسا من ذلك نعم الإيرانيون بالحديث عن الدروس ليس بالضرورة أنه سيحقق النتائج المرجوة له نعم الإيرانيون قالوا أن ترامب يعني لو نفذ عضوانه كان سيؤذي مصيره الانتخابي هو تراجع تخذ قرار بالتراجع ألا أن يكون لذلك القرار أيضا تأثيره في مسألة الانتخابات بالتأكيد بالتأكيد هو يدرك جيدا أن أحد أسباب قبوله أو تقبله بالإضافة إلى أعوام الأخرى ومجيئه إلى الرئاسة رغم أنه خسر الأصوات الشعبية ولكن أصوات الولايات استطاع الحصول على ما يكفي من الكلية الانتخابية لانتخابه أنها كانت أحد الأسباب هو موقفه من الحرب كان متشددا ضد الحروب المفتوحة التي خضتها الولايات المتحدة مؤخرا وبالتالي هو يدرك أن بحسابات بسيطة أن الموقف الإيراني وطريقة تصرف القيادة الإيرانية تعني بأنها لن تسكت عن أي عمل عسكري يستهدفها وسيكون هناك سلسلة من الأعمال العسكرية المتبادلة وبالتالي هذا سيقود إلى حرب شاملة وإلى انخراط أوسع للولايات المتحدة وهذا بالتأكيد سينسف حظوظه في الانتخابات في ظل انتخابات شديدة واحتقان داخلي ومحاصرة له بالتحقيقات وبالمواقف الأخرى بمعنى أن القطاع المستقل أو الكتلة المستقلة الانتخابية لن تتحرك باتجاهه كما تحرك الجزء منها في السابق خاصة في ظل حرب لأن الشعب الأمريكي تعب من الحروب عمليا يعني هو صحيح قد يقف إلى جانب الجيش الأمريكي في حال الجيش الأمريكي تعرض لأي عمل عسكري أو في حال انخراط الأمريكيين في عمل عسكري هو قد يؤيد القيادة وقد يؤيد الجيش الأمريكي ولكنه لن يؤيد الحرب وسيعاقب الرئيس الذي يقود الولايات المتحدة إلى حرب مفتوحة وحرب مكلفة ماديا وبشرية شكرا جزيلا لك منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن طران أكدت في المقابل أنها امتنعت عن إسقاط طائرة استطلاع الأمريكية الثانية من طراز بي 8 كانت على متنها 35 جنديا أمريكيا مشيرة إلى أن إسقاط الطائرة الأمريكية دليل قوة إيران وتطور قدراتها الدفاعية في غضون ذلك نفت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ما كانت نقلته وكالة رويترز حول إرسال واشنطن رسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان للتحذير من هجوم قريب مالك عبدة هذا حطام تقول إيران إنه الدليل والبرهان على أن الطائرة الأمريكية خرقت حدودها جوية وأن السرعة في جمعه ومعرفة مكان سقوطه دليلان آخران على صدق روايتها وكذب الرواية الأمريكية بحسب المسؤولين هنا هي معادلة ردع جوية ثبتتها إيران في سجل لمواجهتها مع أعدائها معادلة رسمت طهران خلالها خطوطا حمرا عريضة محذرة أي كان من اختراقها لقد وجهنا لطائرات التجسس الأمريكية التحذير أربع مرات إلا أنها لم تستجب ولم تغير مسارها واخترقت مجالنا الجوي ولهذا قمنا بإسقاطها ولأخذ العلم كان هناك بالقرب من هذه الطائرة طائرة تجسس أخرى من نوع بيء ثمانية وقد اخترقت مجالنا الجوي ولكن لأنه بداخلها خمسة وثلاثون شخصا لم نقم بإسقاطها وتدميرها من أحدث طائرة مسيرة في العالم إلى حطام متناثر حولت إيران هذه الطائرة الأمريكية المسيرة هي رسالة تواجهها إيران إلى كل من أراد الاغتراب من الحدود البرية والجوية لأرضها صحيح أن لا أحد هنا يبعو إلى التصعيد مع أمريكا ولكن ما لا يختلف عليه إثنان هو أن إسقاط الطائرة الأمريكية أثبت القدرات العسكرية الإيرانية وأن طير نجادة في تحذيراتها في التصدي لأي عدوان محتمل نحن أهل المنطق والعقل قدرتنا المنطقية مثبتة من قبل لم نكن يوما البادئين بالحرب نحن أهل المقاومة والردع الفعال لن نبدأ الحرب ولكن إن بدأتموها فلن تكون أنتم من ينهيها إذن بدقة وحكمة ترد إيران على من اعتدى على حدودها قرار يفسره مراقبون بأنه عدم رغبة في التصعيد في وقت يؤكد فيه أصحاب القرار هنا أن دول المنطقة هي وحدها من يؤمن المنطقة من دون حاجة للأجانب كأمريكا وغيرها ملك عابدة طهران الميادين المعاون السابق لوزير الخارجية الإيرانية حسين شيخ الإسلام استبعد أن يكون بعض دول الخليج حمقى لدرجة سماحي للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لاستهداف إيران وفي مقابلة مع الميادين أكد جاهزية بلاده للرد إذا تم إطلاق النار علينا من أي مكان سوف نقوم بإطفائها أنا أعرف أن الدول الأخرى لن تسمح لأمريكا باستخدام أراضيها من أجل استهدافنا وإذا قامت واشنطن باستخدام هذه الدول سوف نقوم برد قاس وبالتالي فإن أمريكا لا تملك وسيلة للدفاع عن قواعدها أقوى من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لا أعتقد أن بعض دول المنطقة حمق لدرجة السماح لأمريكا باستخدام أراضيها لاستهدافنا لأنها تعرف أن ردنا سيكون قاسيا الشيخ الإسلام قال أن على ترامب تصحيح أخطائه السابقة ثم طلب المفاوضات وعندها ستدرس طهران الأمر ليست هذه المرة الأولى التي يبدي ترامب استعداده فيها للتفاوض ولكن قبل ذلك عليه العودة إلى الاتفاق النووي ثم نفكر بالأمر قمنا بمفاوضات لعدة سنوات وترامب هدم كل ما بنيناه عليه تصحيح أخطائه السابقة أولا ثم طلب المفاوضات وعندها ندرس الأمر وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن الشعب الإيراني يرد الدبلوماسية بدبلوماسية والاحترام بالاحترام والحرب بالدفاع المستميد وفي تغريدة على تويتر سأل موسوي المبعوثة الأمريكية الخاصة المعنية بشؤون إيران براين هوك هل تعتبر سنوات الحرب والإرهاب الاقتصادي المفروض على الشعب الإيراني مع نقد العهود والقرارات بأنها دبلوماسية وكان هوك قد قال أن المساعي الدبلوماسية الأمريكية لا تمنح إيران حق الرد بالقوة العسكرية بل عليها الرد عليها بالدبلوماسية بمثلها هوك كان قد التقى في الرياض نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الذي جدد دعم بلاده للعقوبات الأمريكية على إيران وقال أن المباحثات شملت الجهود المبذولة للتصدي لما وصفه بنشاطات إيران العدائية البيت الأبيض قال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بحث أمس خلال اتصال هاتفي ما وصفه بالتهديد الذي تمثله إيران البيت الأبيض قال أن ترامب وابن سلمان بحث أيضا ما قال عنه إنه دور السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط العالمية إلى ذلك أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمرا طارئا يمنع المشغلين الأمريكيين من الطيران في مجال الدفاع الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان بسبب تصاعد التوتر بدورها أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية تعليق رحلاتها عبر أجزاء محددة من الأجواء الإيرانية كأجراء احترازي بعد تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج وسائل علام إسرائيلية قالت أن كلام ترامب يبدو في مكان وأفعاله في مكان آخر معتبرة أن الإيرانيين انتقلوا من الصبر الاستراتيجي إلى الإحراج الاستراتيجي لترامب قبل سنة ونصف من الانتخابات قناة كان الإسرائيلية نقلت عن العميد في الاحتياط والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات في الموساد أمنون صوفرين قوله أن لدى الإيرانيين قدرة صمود كبيرة جدا وأن الشعب يلتف حول القيادة وأن الضغط الاقتصادي وحده لن يكفي لجال أمة مثل إيران تجثو على ركبتيها وأضافت القناة أن دول الخليجي وإسرائيل تفاجأت بتراجع ترامب لأنها كانت واثقة أنه سيهاجم إيران الاهتمام الإسرائيلي بتطورات التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الخليج وبمواكبتها ترافق مع قلق من انعكاساته على إسرائيل بسبب الدور الذي تؤديه في التحريد ضد إيران منال إسماعيل باهتمام كبير يتابعون في إسرائيل إسقاط إيران طائرة تجسس أمريكية من دون طيار فوق مديق هرمز والتقارير عن إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بشن هجوم أمريكي ضد إيران في اللحظات الأخيرة رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو الذي أوعز لوزرائه بالصمت وعدم التعليق على حادثة إسقاط الطائرة الأمريكية تكفل هو بالأمر وطالب متوسطا العالمين الإسرائيلي والأمريكي الدول الأخرى بدعم الولايات المتحدة في مواجهة إيران في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة زادت إيران من عدوانيتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد المجتمع الدولي أكرر دعوتي لكل الدول التي تريد السلام والأمن من أجل دعم واشنطن في جهودها ضد العدوانية الإيرانية التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن ترامب لن يستطيع ممارسة ضبط النفس لكنه في المقابل قد يذهب إلى رد ركيك قد يؤدي إلى تصعيد لا يرقى إلى مستوى المواجهة وهذا ما يقلق إسرائيل بسبب خشيتها من تحولها إلى إحدى ساحات هذا التصعيد بسبب التحريد الذي تمارسه ضد إيران التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن الإدارة الأمريكية لا تستطيع ضبط النفس لكن الفهم في إسرائيل أن ترامب موجود في فخ فمن جهة يصرح بأنه غير معني بحرب ومن جهة أخرى لا يستطيع عدم الرد لذلك يقدرون بأن الرد سيكون مدروساً ولا يجر إلى مواجهة شاملة في المنطقة الزوية الإسرائيلية للتصعيد في الخليج هي الخشية من سيناريو أن تعطي إيران توجهات لتنفيذ ضربات ضد إسرائيل لأنها تريد أن ترسل إشارة للولايات المتحدة بأن أي عمل هناك سيكون له ثمن وسيشعل المنطقة وفيما أشار مراقبون إلى أن إيران تمثل خطراً على إسرائيل لأن لديها استراتيجية واستعداداً للقتال مقابل رئيس أمريكي يبدأ تهديداته بتغريدات نارية وينتهي باتفاق لا يختلف عن سابقه أو بأزمة مستمرة لفت آخرون إلى أن إسرائيل طرف في القصة فهي تدفع إدارة ترامب إلى مواجهة مع إيران وإذا وصلت الأمور إلى مكان غير جيد ستعد إسرائيل مسؤولة وبالتالي هدفاً لصواريخ دقيقة لذلك فإن مشكلة السير على حافة الهاوية تكمن في فقدان السيطرة وينضم إلينا من بيت الأحام مدير ومكتب الميادين في فلسطين ناصر الأحام ناصر إذن هناك غياب للتصريحات الرسمية الإسرائيلية حول قرار ترامب التراجع عن العدوان على إيران كيف يفسر ذلك؟ وهل هناك ما يؤكد بأن إسرائيل فعلاً كانت على علم بهذا العدوان بالنية على الأقل؟ صباح الخير في الحقيقة ربما السؤال يفسر بما سأقوله هناك فوضى في العنوين طوال اليوم تقريباً 12 ساعة فوضى في العنوين العنوين متخابطة في بحر هائج من التطورات والمتابعات لكن في النهاية لن تحصل على موقف رسمي إسرائيلي صمت رسمي كبير إنشداد واهتمام بالغ جداً في ما حدث أدق التفاصيل زاوية أخرى ثالثة لا يوجد مصدر محدد للأخبار الإسرائيلية وربما هذا مقصود تهدئة روح الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي رأت بأن أغلوبال الطائرة الأمريكية التي وصفها الإعلام العبري بالوحش إذا الوحش سقط قرب إيران فماذا يمكن أن تفعل الوحوش الصغيرة في إسرائيل إذن نحن أمام مشهد لا نشاهده كل يوم المتابعات تشير إلى أن إسرائيل لا تتحكم في هذه اللعبة هي مستهلكة وليست منتجة ربما الرسائل التي كانت تسوقها وأعمل لبعض العواصم العربية بأنها هي مفتاح قلب ترامب وأنها التي تقرر نيابة عنها عن ترامب سواء من خلال بولتون أو غير بولتون هذا يثبت عكسه هذا اليوم يضحضه كلياً إذ أن إسرائيل لا تتحكم باللعبة لا تتحكم بالأخبار ولا تعرف ما الذي سيحدث لا في نشرات الأخبار ولا من خلال التسريبات التي لم نراها اليوم دخل السبت اليهودي وربما هذا أنقض الحكومة من هنا وحتى مساء السبت لن يكون هناك تصريحات رسمية إلا ما ندر على كل حال من الأحوال واضح أن الألم شديد على إسرائيل سقوط الكبير الحليف الكبير والأخ الكبير باعتبار أن إسرائيل تتعامل مع نفسها كولاية 53 من الولايات المتحدة الأمريكية يزيد من صدمتها ودحشتها وربما يدفعها للتعقل وإعادة التفكير فيما يتعلق بجبهات الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين مرة أخرى وعلى صعيد الصناعات العسكرية هذا درس سيترك أبعاده كثيراً في المستقبل وستحول الإسرائيل جاهدة أن تبقى على تسويقها لطائرات من دون طيار والتي ملغت مليارات لبعض الدول معروفة سواء في إفريقيا أو في القارات الأخرى اليوم صناعة الطائرات من دون طيار كلها في إسرائيل تقف أمام امتحان صعب وعسير على الصعيد السياسي على الصعيد السياسي كلمة أخيرة أيهم تقول كبرى الصحف الإسرائيلية دعوت أحرانوت أن ترامب لا يملك استراتيجية وإنما هو يشتري الوقت تماماً مثل ما يفعل نتنياهو أمام حماس نعم بما أنك تتحدث عن الأبعاد أيضاً نتنياهو تحديداً اليوم كان صامتاً أم استحدث عن مسألة إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية اليوم كان صامتاً هل سيؤثر ذلك على سيكون لها أبعاد أو هذا القرار على الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر عيلول المقبل يعني السؤال واسع على نتنياهو على صعيده الشخصي ما هو التأثير على صعيده الشخصي ترامب قدم له كل شيء أعطاه نقل السفر إلى القدس منحه الجولان السوري المحتل دعمه بالمال دعمه بالسياسة وقف معه بتغريدات وترفع على كل شيء من أجل أن ينجح نتنياهو في تشكيل الحكومة ولم ينجح ماذا يمكن أن يفعل أكثر إذا كان ترامب الآن في ضائق وهو يرشح نفسه أليحمل الماشي الماشي أم يحمل الراكب الراكب شكرا جزيلا لك ناصر لحام مدير مكتب الميدين في فلسطين كنت معنا من بيت لحم في حديثة إسقاط الطائرة الأمريكية صدفة لافتة تتمثل في سقوطها في المكان نفسه الذي أسقطت فيه واشنطن عام 1988 طائرة إيرانية مدنية كان على متنها 290 مسافرا حتى اليوم لم تعترف أمريكا بخطائها ولم تقدم اعتذارا بالرغم من إدانتها دوليا بارتكاب جريمة بحق الإنسانية زهراء ديراني إنها مشيئة القدر أن يهدر مأواج واشنطن وأن يعود لضحايا الرحلة الإيرانية 655 الذين تقاطعت أقدارهم وأزهقت أعمارهم في المكان نفسه قبل ثلاثة عقود أسقطت البارجة الأمريكية طائرة مدنية إيرانية على متنها 290 مسافرا بينهم 60 طفلا في منطقة جبل مبارك جنوب غرب إيران اليوم تدافع طهران عن سيادتها بإسقاط طائرة تجسس أمريكية ولكن من دون ضحايا ولو أنها أرادت أن تقابل العين بالعين لكان لها ذلك لكن قواتها امتنعت عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة جلوب الهوك بحسب ما كشف قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة ذاكرة أسر الضحايا لا تزال طرية تستحضر تفاصيل الكارثة وكأنها وقعت بالأمس تزدحم قاعة الانتظار في مطار بندر عباس بالمسافرين دقائق وتنطلق الرحلة 655 إلى دبي لم يكن هؤلاء يدركون أنها ستكون رحلتهم الأخيرة إلى السماء وأنهم حزموا حقائب الرحيل وأن قبطان البارجة الأمريكية وليام روجرز قرر إسقاطها بصاروخين حاولت إدارة الرئيس ريغان أن تغسل يديها بمياه الخليج من عار الجريمة ودماء الأبرياء وتذرعت بأن قبطانها اتقذ قراره بناء على إجراءات دفاعية وبدلا من ملاحقته ومقاداته كرمته لاحقا بوسام الاستحقاق تهران لم تتنازل عن حقها طاردت واشنطن بروايتها المليئة بالثغارات إلى محكمة العدل الدولية وأرغمتها على دفع التعويضات لأسر الضحايا وكالعادة لم تعترف أمريكا بخطائها ولم تقدم اعتذارا رسميا مئة جثة من ضحايا الرحلة عاجزت فرق الإنقاذ الإيرانية عن انتشالها يوم ذاك فاستقرت ومعها أسرار اللحظات الأخيرة في قاع مضيق هرمز الذي تتسع دائرة الصراع فيه اليوم بين طهران وواشنطن لكن الرد الإيراني الأخير كشف قليلا من كثير وباتت احتمالات عدة تطفع على سطح مياه هرمز الذي ترس فيه كل عام قوارب أسر الشهداء الإيرانيين لتنثر الورود لضحاياها ولتلقي الأشواك لأعدائها التقى وزير الخارجي الأراقي محمد علي الحكيم نظيره العمانية يوسف بن علوي في بداية زيارته لسلطنة عمان حيث تباحثا في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وزير الخارجي العماني ثمن دور العراق في المنطقة وجهوده المبذولة لحلحلة الأزمات في المنطقة بينما أكد الوزير العراقي على ضرورة التواصل والتشاور حول آخر المستجدات الأمنية في المنطقة فاصل قصير نواصل بعده النشرة من جديد أهلا بكم وصف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية المحاكمة الدينية في السعودية بأنها من بين الأسوأ في دول العالم وتامت الرياضة بممارسة الاضطهاد الديني وأصدار أحكام بحق موقفين الشيعة بتهم أمنية سببها دوافع طائفية وشدد التقرير على أن التهم الموجهة لشيخ سلمان العودة تزعم صلته بالإخوان المسلمين ولا يوجد فيها ما يشير لارتكابه أعمال عنف كشفت الحكومة اليمنية في صنعاء أنها قادرة على إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف معادية وبشكل منتظم جاء ذلك في تغريدة لنائب وزير الخارجية حسين العزي الذي شدد على أن قصف أهداف سعودية ليس إلا رسائل للضغط بهدف إيقاف الحرب ودعا للاستجابة والعمل من أجل السلام بدلا من المراهنة على الحرب إلى ما لا نهاية أصيب عشرات الفلسطينيين بقمع الاحتلال للجماهير المشاركة في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في وقت دعت فيه الفصائل إلى فعاليات يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين بالتزامن مع ورشة البحرين رفضا لصفقة القرن أحمد شلدان مع اشتداد حلقات المؤامرة على القضية الفلسطينية استمرت الحشود الغزاوية في تحركاتها الشعبية المطالبة بحقوقها الوطنية ألاف المواطنين شاركوا في يوم الجمعة الثالث والستين من مسيرات العودة والتي كانت تحت عنوان الأرض مش للبيع إحنا بنتنزلش هذه أرضنا أرض أسلامية البفرط بأرضه بفرط بعرضه الأرض والعرض واحد مطلوب أن نغادر على الإنكسام وأن نكون وحدة واحدة لكي نتمكن من التصدي لكل هذه الهجمة التي تحاول وتستهدف القضية الفلسطينية عشرات الإصابات هم ضحايا قمع الاحتلال للمدنيين على الحدود الشرقية لغزة حيث أكد المشاركون رفضهم مؤتمر البحرين الاقتصادي والذي اعتبرته الفصائل إحدى حلقاته الصفقة القرن مصير هذه الورشة بكل تأكيد هي للفشل لأن القضية الفلسطينية هذه القضية العادلة والمقدسة قضية الأمة المركزية هي أكبر من كل هذه المحاولات هذا المؤتمر يحمل بذور فشله قبل اندلاعه وقبل انطلاقه ونحن نراهن على المقاومة وعلى قوى المقاومة التي ستكون بالمرصاد لكل هذه المشاريع البائسة إضراب شامل ومسيرات ومؤتمرات شعبية هي بعض خطوات الهيئة الوطنية لمسيرات العودة لمواجهة مؤتمر البحرين الاقتصادي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين تزامنا مع عقده فيما سيحمل يوم الجمعة المقبل عنوان فليسقط مؤتمر البحرين 63 أسبوعا والصوت الفلسطيني الرافض لكل مؤامرات ومؤتمرات التصفية لم يخفت رغم حجم التضحيات الكبيرة واليوم تؤكد الجماهير من جديد أن وحدة الموقف هي السبيل لمواجهة صفقة القرن ومن خلفها مؤتمر المنامة أحمد شردان غزة الميادين في الأردن شهدت عمان تظاهرة حاشدة رفضا لصفقة القرن ودفاعا عن فلسطين المحتلة المتظاهرون رفعوا لافتات طالبت بإسقاط صفقة القرن ومؤتمر البحرين وبالوحدة لمواجهة مشاريع التصفية شعب الأردن والفلسطين والله والله من التحديل والله والله من التحديل وشعب أم أحمد الشعبين شعب أحد بشعبين السيرة اليوم تقول بصوت واحد باسم الأردنيين جميعا أن نرفض صفقة القرن ونرفض ورشة البحرين ونرفض أي مشاركة رسمية في هذه الورشة ونأكد أن الذين سيشاركون سيصيبهم العار عار القضية الفلسطينية عارف تنازل عن حقوق هذه الأمة في لبنان أكد البيان الختمي لللقاء العالمي الموسع الذي عقد في بيروت رفض صفقة القرن ووصف كل من يشارك فيها مباشرة أو مواربة بالخائن تقرير عباس الصباخ خائن كل من يشارك في تلك الصفقة أرض فلسطين ليست للبيع فلسطين ملك للفلسطينيين ولكل من قاتل من أجلها صفقة القرن تمثل أقصى حالات الإذلال والتهويد والأسرلة هي خلاصة ما أجمع عليه حجد من السياسيين والإعلاميين من لبنان وفلسطين وسوريا وإيران والعراق واليمن والبحرين خلال لقاء بعنوان إعلاميون في مواجهة صفقة القرن الذي عقد في بيروت سنواجه معا صفقة كنا نعتبر بالسابق أننا نواجهها غنائيا ولكن بعد الإنجازات الميدانية قدنا نتأمل أكثر بأننا أصحاب هذه الأرض وهنا سنبطى صعب جدا على أي تسوية أو أي خيانة جديدة أو أي طعنة جديدة أن نتمره لا سبب بسيط في ناس أرروا المواجهة الحجد المتنوع جمعه رفض صفقة القرن وورشة البحرين أما الوصلة الحقيقية فهي فلسطين المؤتمرون أكدوا أن كل من يشارك في صفقة القرن خائن وإن التفاوض على الحق هو الباطل عينه ما يستدعي استنفار جميع الإعلاميين الوطنيين والمؤمنين بحق الفلسطينيين في أرضهم والساعين إلى كشف الكذب الإسرائيلي الأمريكي الأعرابي وما يزال التاريخ يثبت أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة مواجهة صفقة القرن بالوسائل المتاحة كافة هي المهمة الأساسية التي دعا إليها اللقاء الإعلامي الموسع لا لصفقة القرن لا لورشة البحرين لا للتنازل عن الحقوق العربية لا أتنرفعها هذا الحجد السياسي الإعلامي من قلب بيروت للتأكيد على أن الصفقات لا يمكن أن تسلب الأرض من أصحابها عباس صباق بيروت الميادين 16 منشأة سكنية مهددة بالهدم جنوب القدس المحتلة لقربها من جدار الفصل الذي يقدم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية هناء المحميد لدى بلال خمسة أطفال وكأي والد في الدنيا يطمح لتوفير الاستقرار والأمان لهم بيد أن طموحه يتبدد في ظل خطر الهدم الذي يحاصر منزله مش عارف شوين نروح فيهم مش عارف نروح وين آجي وين أويهم فيش محل ألجأ فيه يعني بجوز لا سقدر الله إذا هدموا لي أحط خيمة وأسكن فيه لأنه فيش محل ألجأ فيه غيرهيك 16 منشأة سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر جنوب القدس مهددة بالهدم بأمر الحاكم العسكري وذريعة الاحتلال هذه المرة قربها من الجدار أحد أهداف إقامة الجدار الفاصل بعد الانتفاضة الثانية مباشرة وعدم التزام إسرائيل بحدود الرابع من حزيران من العام 67 كان ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية وأما في القدس فكان الهدف أيضا سلخ السكان عن مدينتهم وتهجيرهم عندما منع الاحتلال البناء في حرمه بعرض ما يقارب 500 متر على طول منطقة صور باهر فقط لوحدها فهو صادر ما يقارب 1470 دنوم من الأراضي الصالحة للبناء والمسموح فيها البناء حسب أنظمات الحكم المحلي الفلسطيني بعد العام 2015 بدأ الاحتلال بإصدار أوامر وقف بناء وهدم بحق أي منشأة سكنية يتم إنشاءها حديثا كخطوة للتعاضد الشعبي والضغط السياسي أقيمت هنا صلاة الجمعة فالمنازل في هذه المنطقة مقامة على أراضي مصنفة ألف بحسب اتفاقية أوسلو ورغم أنها داخل القدس بالنسبة للجدار لكنها خارج حدود بلديتها وتتبع للسلطة الفلسطينية هنا محميد القدس المحتلة الميادين خرج الجزائريون في يوم الجمعة الثامن عشر رفعين الرايات الجزائرية ومنادين بالوحدة وبقطع الطريق أمام الفتنة بين العرب والأمازيغ وقد دعت أغلب الشعارات إلى التمسك بالمطالب الشرعية للحراك في مقدمتها الرحيل بقايا النظام والتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال أسامة عبد النور خفاقة بالأخضر والأحمر والأبيض رفرفت الراية الجزائرية فوق رؤوس الجماهير الشعبية التي خرجت ككل جمعة لتعبر عن مطالب التغيير السلمي لنظام وإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف مستقل وضمانات الشفافية ونزحة سيقول الشعب الجزائري أسرع إلى انتخابات نقول للجيسة أسرع إلى نزع العصابات ولم نتحوروا شمع الباءات ونقولوا أسرع بايت الباءات يخرجوا الانتخابات تتقلع عننا الباءات وندروا لجنة مستقلة للمناقة الانتخابات المجيش يخاوه في كل أمكان وما يغيره بحال مهما يطل الزمن مهما يطل الليل يطلع النهار مهما يطل الليل يطلع النهار نقاش حاد ميز حراك الجزائريين بعد مطالبة قائد الجيش بمنع رفع أي راية غير راية الجزائرية مطلب نثار حافظة بعض الحركيين وأقنع آخرين من الحريصين على وحدة الوطن المهدد بالتقسيم والفتن الوحدة الوطنية تكر هذا شراني نرمز احنا هم شعب احنا هم ممالين للأرض هذه مكان لا قبيلي لا عربي لا يديك لا يجيبك احنا شعب الجزائري لا أقل ولا أكثر واحد احنا جزائريين ما كان حدا واحد يقدر يفرقنا لا احنا شاوي وقبائلي ونيلي وجزائري ومن كل من كل يعني 48 ولايات جزائري وعلى هذا الراية اللي كامل خرجنا يجب الجزائريين يتحلوا بأقصى درجات ضبط النفس بالسلمية يجب يفوتوا الفرصة على المطار بيسين احنا في الشهر الرابع الجزائريين يحكوا لهم أن يفتخروا أصبحوا نموديش بالسلمية حنا ينقولوا ما كانش منها عربي شاوي قبيلي شلحي مزعبي ليجا قاع مكونات هذا قاع مكونات الجزائر هذه هي المكونات صحيحة كلما فتح ملف الثوابت الوطنية من أرض ودين وهوية تجد الجزائريين متحدين بقناعة واحدة مفادها أن الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع شعب واحد وطن واحد وراية واحدة موحدة هو عنوانه الحراكي الشعبي في الجمعة الثامنة عشر حراك عنوانه الأول والأخير لم يشمل الجزائريين وتحقيق المطالب المشروعة سلام عبد النور العاصمة الجزائرية الميادين في العراق شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مظاهرات شارك فيها العشرة من الناشطين والمدنيين المتظاهرون طالبوا بتشكيل حكومة تكنقراط ودعوا لمحاربة الفساد وتحسين الخدمات إضافة لإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة عقد في حلب ملتقى القبائل والعشائر السورية والنخب الوطني الثاني ضم ممثلين عن أكثر من خمسين عشرة وقبيلة يرفضون الوجود الأجنبية غير المشروع في سوريا لا لتدخل الأجنبي غير المشروع في سوريا نعم لوحدة واستقلال الأراضي السورية فوابيت أكدتها القبائل والعشائر السورية عبر ملتقاها في مدينة حلب ضم ممثلين عن أكثر من خمسين عشرة وقبيلة سورية متمسكين آخذين على عاتقنا صيانة السيادة الوطنية التي هي جوهر انتمائنا هذا السعود الذي جاء إلى شرق النهر وحضر بعض اللقاءات مع بعض الناس نحن نقول للناس الذين التقى بهم يجب عليهم أن يعودوا إلى الوطن وحدة الأرض وإخراج القوات الأمريكية والتركية ورفع الإجراءات الاقتصادية أحدية الجانب رسائل أراد ملتقى العشائر إيصالها ردا على التطورات الأخيرة في شرق الفرات بما فيها زيارة الوزير السعودي ثامر السبهان لدعم قصد رسالة إلى كل المرتزقة الذين يحاولون أن يؤسسوا دولة أو دولات أو ينتسبوا إلى أي مشاريع استعمارية رهنوا نفسهم إلى الخارج هؤلاء نقول لهم رسالة واحدة نحن مع الجيش العربي السوري مع العالم السوري لا مساومة على أي جزء من الأرض السورية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها حتى غربها هدف أعلنته العشائر تحت مظلة الدولة السورية أعلن الكريملين أن الرئيسة الروسية فلاديمير بوتين وقع مرسوما يمنع رحلات الطيران الروسي إلى جورجيا وقال الكريملين في بيان أنه بموجب المرسوم وابتداء من الثامن من تموز يوليو المقبل يحضر على شركات الطيران الروسية مؤقتا إجراء النقل الجوي بما في ذلك النقل التجاري من أراضي روسيا الاتحادية إلى أراضي جورجيا وسط إجراءات أمنية مشددة افتتحت مصر كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين في كرة القدم بحضور رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي مدرجات أستاذ القاهرة الدولي امتلأت قبل خمس ساعات على انطلاق باكورة المباريات بين منتخب الفراعنة وزيمبابوي ورحب الرئيس المصري بالمنتخبات والمشجعين الأفارقة في وطنهم الثاني مصر وأعلن افتتاح البطولة حفل الافتتاح الضخم امتد لنصف ساعة وارتكز على عرض ضوئي وألعاب نارية أحاطت بثلاثة أهرامات توزعت على أرض الملعب نذكر بعناوين النشرة ترامب يعترف بتعرضه لضغوط من قبل بعض الأوسط للذهب نحو الخيار العسكري مع إيران ويعلن استعداده للتفاوض مع تهران من دون شروط مسبقة حرس الثورة يعرض صورا لحطام طائرة التجسس ويكشف امتناع دفاعاته عن إسقاط أخرى مأهولة تقريرا للخارجية الأمريكية يتهم سعودية بممارسة الاضطهاد الديني وبانتهاك حقوق الإنسان عشرات الجرحة في اعتداءات الاحتلال على مسيرة العودة في غزة والفصائل الفلسطينية تدعو للمشاركة الحاشدة في الفعاليات الرفضة لورشة البحرين الوحدة ونبذ الفتن عنوان الجمعة الثامن عشر من التظاهرات الشعبية في الجزائر وكان في النشرة افتتاح مبهر لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في مصر المزيد من الأخبار على صفحة الميدين على الانترنت الميدين دوت نتو باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميدين دوت نت إلى اللقاء